جريح واحد إضافة إلى خسائر مادية وذلك بعد أن شن طيران قوات حفتر أربع غارات جوية على منطقة بوغيلان في مدينة غريان الثلاثاء من بينها غارتان على منزلين للمواطنين في المنطقة وغارة ثالثة بالقرب من مركز شرطة بوغيلان وحول الأنباء التي تفيد بوجود تحشيد لقوات حفتر على تخم غريان أكد عميد البلدية يوسف البودير صحتها مشيرا إلى أن قوات الوفاق على استعداد تام لصد أي محاولة للهجوم على غريان مضيفا في الوقت نفسه أن أكبر تجمع لمسلح حفتر هو في منطقة شويرف وعلى جبهة جنوب طرابلس صدت قوات الوفاق محاولة تقدم لمسلح حفتر في تقاطع العلاونة بعنزارة وفق ما أكده آمير محور عنزارة يوسف الأمين الذي قال إن قواتهم عززت مواقعها بعدد من المفرزات المقاتلة دعما لتمركزاتها ومع استمرار الوضع الميداني كما هو عليه منذ أيام أكد مراسل الأحرار استهداف سلاح الجو التابع للوفاق عدة تجمعات لقوات حفتر في عينزارة إضافة إلى بوابة الكازيرمة رغم مرور قرابة أربعة أشهر للعدوان على طرابلس إلا أن قوات حفتر ما زالت تراوح مكانها في ضواحي العاصمة نتيجة تلقيها الضربات الموجعة من قبل قوات الجيش التابع للوفاق في كافة المحاور وقطع الإمدادات عنها